وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها في لفظ البخاري أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم فالحديث يشتمل على الدين كله كما سنرى إن شاء الله تعالى لازلت أيها الأفاضل مع حضراتكم لذكر بعض الأسباب التي ترسخ وتؤكد وتدعم وتقوى التوحيد في القلب قبل أن ندخل إلى هذا البستان اليانع الماتع وقبل أن نغوص صويا في هذا النهر العذب الفرات وقبل أن ندخل معا هذا المحراب المهيب الجليل تحدثت عن بعض الأسباب وأود الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى أن أواصل الحديث في بقية هذه الأسباب التي اخترتها ووضعتها لحضراتكم كتدعيم وترسيخ لحقيقة التوحيد في القلب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى التوحيد ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه فأنا أدين لربي تبارك وتعالى بأن قضية التوحيد هي القضية الأولى وبأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعز والاستخلاف والتمكين هي تحقيق التوحيد أو تحقيق التوحيد أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق العز والنصر والاستخلاف والتمكين في الأرض تحقيق التوحيد وأن طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة طريق التوحيد طريق التوحيد فالتوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق والجنة والنار والسماء والأرض وأنزل من أجلها كل الكتب والصحف وأرسل من أجلها كل الأنبياء والرسل ذكرت بعض الأسباب منها معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ثانيا العلم والعمل ثالثا قراءة القرآن بفهم وتدبر رابعا التقرب إلى الله تبارك تعالى بالفرائض والنوافل خامسا ذكر الله جل وعلا على كل حال بالقلب واللسان سادسا تقديم ما يحبه الله جل وعلا عند تزاحم المحاب وتوقفت عند هذا السبب السادس في الحلقة الماضية التي انتهينا فيها إلى السبب السابع من أسباب ترصيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب السبب السابع هو فعل الطاعات واجتناب المعاصي رغبة فيما عند الله جل وعلا وخوفا من عذاب الله تبارك وتعالى نعم هذا سبب من الأسباب العملية التي تجدد الإيمان وترسخ التوحيد في القلب وتدعيم التوحيد في القلب فعل الطاعات واجتناب المعاصي وهذه ترجمة عملية للتوحيد الذي وقر في قلب العبد الموحد إذ لا يليق بالعبد الذي وحد الله جل وعلا ورضي بالله ربا خالقا رازقا مدبرا ورضي بالله جل وعلا إلها معبودا لا يستحق العبادة سواه لا يليق به أن يخالف أوامر إلهه ومعبوده لا يليق به أن يراه الله جل وعلا حيث نهاه أو أن يفقده الله تبارك وتعالى أو أن لا يراه الله جل وعلا حيث أمره بل العبد فوق أي أرض وتحت أي سماء العبد الذي عبد الله وأفرده بالألوهية والعبادة فوق أي أرض وتحت أي سماء شعاره سمعنا وأطعنا قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين المؤمنين الذين حققوا الإيمان وحققوا التوحيد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ففعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحك العملي هو المحك العملي لإظهار التوحيد ونحن قد اتفقنا أن العمل من مسمى الإيمان من الإيمان لا ينفك العمل عن الإيمان أبدا وذكرت أن الفكر الإرجائي قد نخر في جسد الأمة نخرى حيث أخرج العمل من الإيمان ولا يليق أبدا أن تردد أيها الموحد بلسانك وأن يعتقد جنانك دون أن تترجم هذا المعتقد وهذا الإقرار جوارحك وأركانك أقول لا يليق أبدا أن يردد لسانك يعني كلمة التوحيد وكلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يليق أن يقر لسانك وأن يعتقد جنانك وأن لا تترجم هذا الإقرار وهذا المعتقد جوارحك وأركانك لا بد إذا استقر التوحيد في القلب أن ينعكس على الجوارح وأن تخضع الجوارح بعد خضوع القلب لله تبارك وتعالى يجب أن يطيع الموحد ربه ويجب أن تطيع الموحدة ربها جل وعلا وأن يجتنب العبد الموحد المعاصي قدر المستطاع لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم وفيه قال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم الشاهد فإذا